أحمد زاكي وذكراه السبعتاشر ذكرى الرحيل رقم سبعتاشر للرجل الذي لقب بامبراطور السينما المصرية والعربية أنا عايز أستأذنكم تشوفوا تقرير أنا أعتقد تقرير إنساني أكتر منه تقرير لحالة فنية ويمكن ده جزء مهم عندما تتذكر أحمد زاكي تذكر دائما التركيبة الإنسانية بتاعت أحمد زاكي شوفوا التقرير دا لأنه فعلا تقرير بديع كتبوا الدكتور محمد فتح يونس وصنعوا عبدالله صبري ثلاثة عقود من الفن والتشابك مع الحياة أدخلت الراحل أحمد زاكي مدارات أساطير الفن فصار قالبا تقاس عليه المواهب واعتبرت أفلامه وثائق حية وتأريخا صادقا لآلام وآمال وأفراح وإحباطات أجيال متعاقبة أنا بقى هفتح الودع وأرطص الجدع وأعمل حجاب مصحور حجاب مصحور لو شافوا الأمر ما يدور يا عيني يا عيني يا عيني أي زبون يسأل على زباخنا موجودة حرامية أهو كده الشغل يا بولانا سبع وخمسون عاما قضاها أحمد زاكي في الدنيا بدأت بميلاده عام 1948 في الزقازيق وانتهت بوفاته في السابع والعشرين من مارس عام 2005 عش زكي يتيما منذ عامه الأول تزوجت أمه وهو بعد جنين وتولته جدته لأمه فكان الشرخ الأول قضى طفولة مليئة بتفاصيل تراجيديا إنسانية مكتملة الحقيقة كل ما فيها منذكرات حلوة مؤلمة ما تقصش على صاحبها اللي هو أنا أنا بس وبعد أن انتشله الفن من قضان اليوتم وتفوقه في أكاديمية الفنون أسند إليه الدكتور رشاد رشدي دورا مهما في مصرحية القاهرة بألف وجه واعترض الفنان سعيد أبو بكر على وجوده في المصرحية وكادت فرصة العمر تضي لو لا تمسك رشدي به بعد مداولات شاقة وهو ما تكرر مرة أخرى في فيلم الكارنك عندما رفضوا مشاركته لسعاد حسني بطولة الفيلم بدعوى ابتعاده عن مواصفات الجان التقليدية فأمسك بكوب الماء وظل يضغط عليه بعنف وهو لا يدري حتى قطع شرين يده وأشيع أنه حاول الانتحار برغم كل هذه الصروة فقد كنت خالي المشعر كنت قد أصبحت في منتصف عمري ولم أحب مارست فعلا الحب ولم أحب تزوجت بدوني أن أحب أطلقت رباب غير آسف ولم أنجب منها قاصدا كانت علاقتي بالإنجاب تجسد حياتي المزدوجة وسرعان ما استطاع زكي أن يغير من ملامح البطل النمطي للسينما المصرية ونصب نفسه أميرا للقلوب وهو أسمر لون أشعث الشعر نحيف الجسم عيناه منكسرتان بثقل اليطم شكلت موهبة أحمد زكي بذاتها ملمحا مهما من ملامح خلود نجوميته بدأ حياته السينمائية بأدوار صغيرة كأبناء الصمت ثم خطى خطوات مهمة في البطنية وحقق له مسلسل الأيام انتشارا غير مسبوق يتركني حامد اليوم وقد ظهرته الحياة الجديدة نسي حامد أنه جاء مرافقا لي لا ألقى منه إلا إهمالا والصحاب كل منصرف إلى شأنه ما أشبه الليلة بالبارحة طوال مشواره السينمائي الذي حفل بـ 58 فيلما اختار أحمد زكي معادلة مربحة لكل الأطراف فصنع أعمالا للتاريخ والفن وأخرى للسوق ليتمكن من إتمام مشروعه السينمائي فكان البيل بواب وأبو الدهب وسواء الهانم والبطل وكابوريا ومستر كاراتي للسوق أما الهروب وزوجة رجل مهم والسادات والحب فوق هضبط الهرم وأرض الخوف والمدمن وأنا لا أكذب ولكني أتجمل وإضحك صورة تطلع حلوة فكانت للتاريخ وإن لم تخذل السوق في نفس الوقت لا أهمني شي أموت دلوقتي لا أهمني شي أموت بعد ما تسلم أنا أهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي